موسيقى صباح خير مشاهدينا براح فيكم وينما كنتوا عم تبعونا بالبنان بالعالم العربي والعالم وقالل وسهلا فيكم بحل أجديد من برنامج الحدث اليوم الأربعة 8 تموز 2015 بيصرني انا رحي بضيفي بستوديو عضو تكتولي التغيير والإصلاح سعادة النائب حكمة دي بصباح خير أهلا وسهلا فيك مفيكم بتعملونا ورشية شغلة صيفية ومننا نصيف يعني الشغل بيصير بالصيف بيصير شتي ناخد فرز يعني ياريت نحن فينا ناخد فرز كمان يكون الوضع مريح ومستتب عطولهم فرسين مش همتنزلوا على المجلس عطولهم فرسين بالسياسة مش همفرسين لا في مشاكل عديدة طبعا أكيد ونحن عم نتلقاها بالنهاية يعني والمواطن اللبناني الناس بتكون عصي وناس بتعدى على أي حال اليوم طبعا الأنظار موجهة إلى التيار الوطن الحر إلى كيف ستكون بروفت التحرك في الشارع هادي رح يكون موضوع حلقتنا اليوم الموضوع الأكبر والأبرز وين رايحين لوين إلى أين ذاهب التيار الوطن الحر وفريق آخر يقول إلى أين يأخذ العماد مشال عون البلد بحد ذاته ناس بتشوف أنه اللي عم يعمله هو قضية حق والناس بتشوف أنه لأ أخذ البلد على الهابية وعم يشغل على قاعدة عليا وعلى أعدائي يا رب وهيك ماشي الأمور لوين رح نوصل شو رح يكون التحرك كيف يعني كيف وصلتوا لنتيجة النزول إلى الشارع بالوقت يعني كنتم بفترات لاحقا خصمكم بيقول عم بتناوروا وحليفكم بيقول تحملتم الكثير رح نحكي عن هذه المواضيع طبعا بالإضافة إلى الشؤون الأخرى من عقدة مجلس الوزراء من موضوع فتح الدورة الاستثنائية وأمور أخرى وصولا إلى البيت الداخلي للطيار الوطن الحر يلي ناطر شيء بأي لول إما انفجار وإما اتفاق رح نحكي عنه كمان بهيدا الإطلاق خلن نقوم بجولة إخبارية سريعة مع زميلتنا كلارا جح نعود بعدها ونبدأ بالحوار شكرا سمار أهلا بكم أكدت مصادر التيار الوطني الحر أن تحركاته في الشارع ستشمل أهدافا معينة ومحددة بدقة ولها وقع استراتيجي مؤلم متحدثة عن ضربات موجعة وفيما وصلت مساء أمس رسائل نصية إلى الناشطين في التيار تدعو إلى التجمع في هيئات الأقضية من أجل التحرك كشفت مصادر التيار للجمهورية أن هذه التحركات ستنطلق ابتداء من اليوم وعلى كل الأراضي اللبنانية مؤكدة أننا لن نقبل بأن يخرجنا أحد من المعادلة وعلمت الصحيفة أن التيار سيتحرك اليوم في مواكب السيارة ستجوب الأقضية المساحية بغية شد العصب والتحضير للتحرك الأساسي غدا بعد جلسة مجلس الوزراء علما أن الشكل النهائي للتحرك لم يحسن بعد في انتظار تحديد الساعة الصفر ونفت مصادر في الطيار كل السيناريوهات التي تتحدث عن قطع طرق في الشمال وجبل لبنان أو التحرك بقاعا لافتة إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة وهناك مفاجآت وصل الطفل ريكاردو جعار مساء أمس إلى منزل ذويه في عمشيت بعدما أطلقه خاطفوها أمس الأول في منطقة وادي خالد حيث تواجدت عصابة الخطف المؤلفة من لبنانيين وسوريين ريكاردو أطلق سراحه بعدما توجه والده الاثنين مع عناصر من شعبة المعلومات إلى وادي خالد فسلم مبلغا لم تتجاوز قيمته الخمسين ألف دولار أمريكي إلى شخص على دراجات نارية في وقت ترك الصبي في منطقة النائية يمشي وحيدا مسافة طويلة وصولا إلى والده والقوى الأمنية ريكاردو كثير منيه وكثير أبضاي وكثير خير الله فينا نقول عزمة وأطاعت وإن شاء الله ما بتقطع حدا وإلا لا يحرق قلب حدا ورجعنا بالسلامة وبشكر كل اللي اشتغلوا على هالموضوع من كل الأمن الدولي والمعلومات وكل الناس اللي اشتغلوا أنه يرجعنا ريكاردو بالسلامة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الروض في شارع خولان في العاصمة اليمنية مساء أمس وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة عدد آخر وقال التنظيم في بيان صدر عن ولاية صنعاء على موقع تويتر إن العملية الانتحارية تأتي ضمن موجة العمليات الانتقامية من الحوثيين مشيرا إلى أن التفجير أدى إلى هلاك عدد منهم وكانت سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مسجد الروض في صنعاء وأشار السكان إلى أن الانفجار هز الحي وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى الثورة العام حيث سقط عدد من القتلى والجرحة منح الأوروبيون أنفسهم مهلة تنتهي الأحد للتوصل إلى اتفاق مع اليونان ويستعدون في حال عدم الاتفاق إلى السيناريو الأسود لخروج هذا البلد من منطقة اليورو بعد قمة الثلاثاء التي أتت إليها أثنى بأيد فارغة من أي مقترحات إصلاحات ملموسة وقال دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحفي مساء أمس في بريكسال نحن فعلا في لحظة حرجة ولا يمكننا استبعاد هذا السيناريو الأسود إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول الأحد وأضاف هذا المساء علي أن أقول بصوت عال وجهوري إن المهلة الأخيرة تنتهي هذا الأسبوع الفترة الأصعب في تاريخنا بدوره رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر الذي رفض طويلا الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو أقر بأنه لم يعد يستبعد أي تفرضية من جهاته قال الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند إنه يتعين التوصل إلى برنامج مساعدة لعامين يمنح وضوحا في الرؤية حتى إن كانت هناك حاجة إلى حلول عاجلة على الأمد القصير كي تتمكن أثناء في العشرين من يوليو من تسديد قرد للبنك المركزي الأوروبي أما رئيس وزراء اليونان فأكد تصميمه على مواصلة الجهد للتوصل إلى اتفاق مع دائن بلاده يضمن الخروج من الأزمة وينهي احتمال خروج أثناء من منطقة اليورو أعلنت واشنطن تمديد مفاوضات النووي بين إيران والقوى العالمية الست إلى يوم الجمعة المقبل لإتاحة المزيد من الوقت للتوصل لاتفاق النهائي وقالت المتحدثة باسم الوفد الأمريكي في فيينا ماري هارف حققنا تقدما كبيرا في كل مجال لكن هذا العمل فني للغاية وتوجد نقاط شائكة لكل دول المشاركة وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أعلن أن المحادثات في فيينا تقترب من التوصل إلى اتفاق وهي جديرة بالاستمرار وقال أن تمديد مهلة المفاوضات مع إيران يوفر فرصة لمعالجة نقاط خلاف رئيس بين الجانبين من جهته قال وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند إنه سيعود إلى المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا مساء اليوم ومن المتوقع أن تجتمع القوى الكبرى مرة أخرى غدا وأضاف نتطلع إلى تحقيق بعض التقدم الواضح يوم الخميس حين نجتمع في الخبر الأخير أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أمرا بإعدان مدير مزرعة لتربية السلاحف بعد اتهامه بالتقصير وسوء الإدارة وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن القائد وجه انتقادات حادة للأوضاع في المزرعة واتهم المسؤولين عنها بعدم الكفاءة وانعدام المسؤولية وأثد مراسل شبكة بي بي سي في كوريا الجنوبية إن زعيم الكوري قد زار المزرعة واستشاط غضبا بسبب ما وصفه بسوء الإدارة فيها إذن هذا كان كل شيء في الموجة سأعود إلى الحدث والزميلة سمر أبو خليل شكرا كلارا برحي فيكم جديد مشاهدينا وأبدأ الحوار مع الضيف سعادة نائب حكمة ديب أهلا وسعلا فيكم جديد سربتنا شي كيم يونغ أون بلبلين تأثير وأهمال في مجرعة السلاحة لا بيبقى حدا بيعدوا من الجميع يعني لا أكيد هذه شي شاز بس معبر بالدول وإدارة الدول وحكم الدول معبر أكيد أنا متابع لأخباره التي تقارب الجنون على كل حال نحن دائما نسعى إلى استعمال الديمقراطية ونلجأ إلى الديمقراطية وإلى الكلام السياسي والتعبير الحضاري وإلى ما هناك أكيد نستهجن ونرفض كليا أي مقاربة عنفية أو أي مقاربة ما بتعتمد ديمقراطية كأساس هلأ أكيد الوضع شاز أكتر من مزرعة السلاحة في كوريا شبابها بقولوا كيميونغ عون كيميونغ عون على أي حال شو عمت عملو وراحين ماذا يفعل عماد مش العون والطيار الوطني الحر ليش معملنا شو كان لازم نعمل ولاش تأخرنا بالعملان إذا بد هيدا هيدا تساءلون عليها هلأ لسياء الحلقة طبيعي نرجع 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 فترة الوصاية السورية ومقبل الوصاية وحتى ما بعد الوصاية عندما نحن أعتقدنا أقله أنا كنت من الناشطين على الأرض وكنا نحرك الشارع وإلى آخره طلبا للسيادي طلبا للحرية طلبا للقرار الحر و كنا محملين السوري كل مسؤولية تهميشنا ومسؤولية يعني عدم دخولنا في السلطة إلى آخره تبين لا أنه بعدما خرج السوري المشكلة داخلية داخلية ويعني الارتكابات أبطالها داخليين من الفريق السياسي اللي يلا نحن يعني عم نجرب أنه نتعاطى معه بإيجابية لكي نصل إلى حلول لكن هناك تعنط وهناك تمسك يعني عدم أعطاء أصحاب الحق حقهم أنهم تجي بتطلع هيدا مش جديد لا حتى لو مش جديد لأننا نحن كان فيه فترة ما قبل 2005 بدي بدي يذكر اللبنانيين أنه يعني لبنان اللي كان يوصف بسويسرا الشارع سنة 75 بسبب حرمان بعض اللبنانيين أو بسبب إشحاف أو ما سمي بالغبن في ذلك الوقت قامت ودخلنا حرب طويلة عريضة بسبب هذا الغبن وعدم مشاركة فريق لبناني فريق آخر رغم أنه فيه عندنا يعني انتقادات لهذا الموضوع فتنا بحرب طويلة عريضة وعرفنا وين بالآخر أصبح البلد 2005 كذلك الأمر يعني كان فيه هناك يعني ضربة لما يعتبر إذا بدك البيئة الحاضنة اللي رفيق الحرير اللي اغتيل بال2005 ونحن قمنا كمان ساندنا هذا الفريق اللي اعتبر أو اعتبر نفسه واعتبرنا استهدف بذلك الوقت كمان صار فيه هال يعني هالفوضى وهال التوتر هذا بسبب غبن أيضا طال فريق لبناني ووقفنا معه إلى جاب إلى أن تبين أنه 25 سنة من من الاشحاف والغبن وتهميش طريق أساسي ضليتكن مكمنين يعني من 2005 لال2015 فيه 10 سنين 10 سنين ضليتكن سكتين ومش سكتين أبدا كان فيه انتفاضة شعبية بوجه الحلف الرباعي وصار ما صار من انتخابات وحصلنا على 72% من الصوت المسيحي وجاءت الأحداث كمان بقلك أنه تأخرنا ببداية حديثة قلت أنه تأخرنا ليش ما عملنا قبل لا ما فعلنا قبل لكن اليوم لا الوضع ما عادي يطاع ليش ما فعلته قبل فيك تقول لي ليه ما فعلته قبل بعدت يعني فيه سبب حرب على لبنان طحنة بال2006 هناك أيضا وعود لم تنفذ رحنا على انتخابات رئاسية جيت الدوحة حصلنا بعض الحقوق اللي منا كافي إطلاقا إجا رئيس جمهورية كان نكس لكل اللبنانيين ساوم وعطوا وشتروا وبيع وإلى آخره اليوم يعني مين جرب لمجرب كان عقله مخرب اليوم بس هذا الرئيس اللي عم تحكي عنه اتفقتهم عليه اتفقنا عليه ووعدنا بما وعدنا به إلا أنه كانت الصدمة كبرى يعني نرجع نرجع على نقطة أساسية يلي هي عامل مشترك بكل الكلام اللي تفضلت فيه الوعود وعدنا بما وعدنا به يعني عمليا أنت عم تقول للناس أو الناس عم تفهم أنه طالما مصالحنا الشخصية الشخصية عم يحكي كتيار وطني حر وكعماد عون ما عم تتأمن يعني معناتها نحنا منصور ومننطفد دلتكن ماشيين عشر سنين بهذه الحالة على وعود على الوعد يا كمون بس هلأ أصلتوا لبرحلة يمكن هناك من يسميها أنها يعني آخر معركة قد يخوض العماد ماشي العون طمع الله يطول بعمره ولكن كأنها آخر معركة من حيث النتائج حتى من حيث النتائج وحتى من حيث الكيانية والحيثية والوجودية لأنه هناك من يرى بأنه هلأ العماد ماشي العون يغامر بحيثيته وبوجوديته وبكيانيته لا مغامرة ولا انتحار ولا خطوات يعني غير مدروسة كله مدروس وتحت صقف الديمقراطية وسقف القانون والأخلاقية اللي نحن نعتمدها دائما بتحركاتنا اليوم ما عادي جوز هذا النظام معطل باعتراف الجميع ما هو سيء طبق منه طائف وما هو جيد لم يطبق لشو بعد من نغطي نظام من هذا النوع دخلنا إلى هذا النظام بشكل طوعي على أمل أنه يطبق فيه بنود جيدة فيه من المركزية منها اليوم بتجي بتطلع أنه نظام لمجلس الوزراء لم يقر أو لم يعني يقدم مسود لأنه ليش مع أنه هذا مطلب من منذ الطائف وهو أمور عديدة إلى علاقة بانتظام بسألكم أكتر من مرة هذه ليست أول حكومة بتدخلوا فيها على رسل سبتم شاركين بأكثر من حكومة ولا مرة حكيتوا بموضوع النظام الذي لم يطبق ليش اليوم عن حكومة نشأت وولدت بمسعى حثيف من العماد عون وهو يعني نال الحصة الأقل نظرا لحجمه لا يسهل يعني تأليف هذه الحكومة اليوم إذا أنت بهذه الحكومة ما عم تحصل حقوق جماعتك وحقوق فئات واسعة تأمينا للاستقرار العام يعني اليوم المس بحقوق المسيحيين هو مس بالكيان مسلمين ومسيحيين هذا الأمر ما بعود يعني ما فينا نستمر فيه يعني سميناه دواعش بالسياسة نعم دواعش وناك من أطلق عليه كمان قطع رؤوس بالسياسة مبارح هذا الأمر هاي صورته اليوم نحن أمام هذا الواقع واللي بيعتبر أنه وضعه متين لا وضعه منه متين إطلاقا اليوم كل كلمة عم تحسب عليكم واليوم يعني ستحاكمون خلينا نقول لأنه هلأ على المجهر تحت المجهر ستحاكمون أكثر من السابق ليش وستحاكمون على العشر ستين اللي مرأت إذا بدي أحسب بس من الألفين وخمسة ما بنا نحسب من قبل على سكوتكم يلي أنت عم تقول أنه تأخرنا لحكينا كنتوا عم تحكوا قبل ولكن تأخرتوا لا تفعلوا أكثر على الأرض اليوم مثل ما قلنا أنت سألتيني لماذا اليوم لماذا ليس البارح بس سألتك لحتالي كمانا لأنه في أمور كلام بيمروا بيترك علامات استفهام عندنا سواء كانوا معكم أو كانوا ضدكم يترك علامات استفهام يعني اليوم لما بيقول لعماد عون مبارح بعد اجتمع تكتل التغيير والإصلاح من غير المقبول بقاء هذه الأكثرية في مجلس نوع ما أنت جزء من هذا أنت جزء من عملية بقاء هذه الأكثرية ليش؟ لأنك بلت بالتمديد طبعا وبقول أنا ما مدت مدد لي مدد لي ولكن من الأساس ليش ما فلت برح لما بيقول يجب احترام التسلسل الزمني لإنتاج السلطة أولى انتخابات نيابيس وما انتخاب رئيس لو تم الإجمع على العماد مشالعون لو تم وصول أو لو وصل العماد مشالعون إلى بعبدة هل كان ما كان فيه خربطة التسلسل الزمني ولكن كان قبلين فيه لأنه كان وصل لرئيس خديني كامل وجوبني عليهم كلهم من هم هؤلاء الذين يقفون بوضع بس ما طول السؤال لا حدري جوبني عليهم أكيد أنت عارف شو قايلين مبرح بالتكتل أنتم ماذا فعلتم سوى امتصاص مالنا وتعبنا ليش شاركتم بالسلطة بالأساس ليش سكت عن 11 مليار عملت بروباقاندا عن 11 مليار وسكت عملت كتاب الإبراء المستحيل وضبيته بالجرور ليه يعني كنت مصالحك تسمح أو تتطلب أنك ما تمشي بالمعركة للآخر في كتير لو لديكم كرامة لكنتم استقلتم وعدتم إلى منازلكم لماذا كتيار وطني حر كتكتل تغيير واصلح لم تستقيلوا وتعودوا إلى منازلكم الأكثرية الحالية غير شرعية بمن فيهم أنا استقيلوا وروحوا عا بيتكن ما فيك تعمل هذه البروباقاندا وتجرب تأني على الناس أدمحكيتي وقت عطينا لا أعطيك أكتر محور كل الكلام وكل التحركات هو الوصول إلى شراكة حقيقية إلى تمثيل حقيقية لكل الناس أنا لما بدي طالب بتمثيل المسيحيين ما بدي انطئس من تمثيل المسلمين واضحة لكن الإشحاف يطال اليوم المسيحيين النقص بالتمثيل يطال المسيحيين النقص بالمشاركة أيضا يطال المسيحيين بدليل رح أذكرهم هلأ اليوم أنت فت على قانون انتخاب جائر ما بيسوى حصلنا بعض النقاط فيه لكنه ضرب التمثيل الأكترية كيف تصال ليش عم نقول الأكترية وهمية كيف تصال الأكترية من خلال قانون عادل ولا يؤمن صحة التمثيل لكافة الشرائح اليوم أنا حطيني بهالدائرة بدي أظهر منها بتمثيل في رئاسة جمهورية تمثيل حقيقي للمسيحيين برئاسة جمهورية بيسكروا علي بدي أظهر فيها إلى تمثيل حقيقي في مجلس النواب بدي أظهر من هذه الدائرة كمان تقفل علي الدائرة عم بحاول بالسبل الديمقراطية والسبل الشرعية والقانونية هناك من يقفل علي هذه الدائرة عم بيختنئ يعني هالدائرة وصلت اليوم لزلعيمي عم تخنقني أنا ما عاد قبلين ما فرقيني معنا للنظام ولا حكومة ولا أي مجلس نيابي طالما طالما هناك تهميش وطالما هناك حزف لفئة واسعة من اللبنانيين اليوم هيد الحكومة أحد يفتكر أنه سابته وممكن إجرياء حكومة كتير هادشة بس تنهار الحكومة هناك فراغ على كافة الأصعب يعني فرط الطائف وهذا الطائف لا يؤسف عليه لأنه منه منيح وتبين أنه هناك صغرات باعتراف الكل مسلمين ومسيحيين ودروز باعتراف الكل أنه يحكم لبنان من خلال الطائف لأنه هناك يعني صغرات لكي يدخل عامل أجلب عليه بالأساس الطائف بالأساس الطائف لم يوجد لحتى ليحكم لبنان بس هن طبعا سيحولوا إلى دستور لمسناها بتقليف الحكومات لمسناها بانتخابات الرؤساء لمسناها بعدة أمور الطائف لا يصلح لبلد بده يحكم ذاته بذاته اليوم ما حدا ينقذ من هذا الموضوع الحكومة كتير على سوسو نقطة مثل ما بيقول التعبير الشعبي واقفة الاستقالة منها يعني فرطة يعني الذهاب إلى فراغ يعني تعووا يا شباب تنعمل نظام جديد هذا لم يعد جائز لم يعد وبيفرطة الاستقالة منها يعني شو لو بتفرطة الاستقالة منها كنتوا استعلم إذا كان في نحنا كله متاح طولة بالك كله بالسياسة كله بالسياسة مؤمن الميثاقية وجودنا لشو إذا استمر على هالمنويل هذا لا شو انت يعني كمان الناس بدأت حاسبك مثل ما تفضلت على عدم قيبنا بأفعال يعني تصحي الوضع شو شاهد زور أنا فيت عامي الوزير أو فيت عامي النائب لا ما منروح إلى قانون انتخابي يصحح هذا التمثيل وقت منقول أكتري وهمية وغير شرعية هذا صح لأنه هذا واقع اليوم في عندي 22 أو 24 نائب مسيحي منتخبين للصوت المسيحي هي الفكرة هي الفكرة هي الفكرة على القوى السياسية الأخرى طائفية الأخرى الفكرة يلي لازم تشرحوها للناس ولقلنا كمان أنه لما هالأدمع تبرينا سيئة كنظام وكحكومة دائما بحاول وكفشلس نواب وأكتري وما إلى ذلك ليش بعد ما أنتوا جزء مننا ما فيك تكون جزء من الشغلة وهالأدعم تنتقدها وتهشم فيها جزء تظهر مننا مثلا مسألة التمديد والاستقالة شرحناها أنه مجلس نيابي بلى وجودنا بالداخل تستمر هالقطار بظل ماشي وبفتكر هنه بكونوا أسعد ناس إذا استقلنا من المجلس النيابي لأ وجودنا كان كمان في استحققات قادمة انتخاب رئيس وغيره وجودنا ضروري ولو استقلنا كانوا انتخبوا رئيس جمهورية عم بعطيكم مثل تخبوا رئيس جمهورية يعني على طراز يعني مش من مصلحتكم مش من مصلحتكم إذن كانت الاستقالة يعني كمان هون بحثتم عن مصلحتكم مصلحة ومش عن مصلحة عامة مصلحة مصلحة ملنا فئوية ملنا فردية مصلحة عامة مصلحة لمن نمثل نحن وين المصلحة العامة كانت؟ مصلحة العامة أنه انت عم بقلك شو أن يؤتى برئيس لا يمثل المسيحيين وهي دا الموقع الأول للمسيحيين وبعدنا به المشكلة هلا بعضنا به المشكلة طب في مشكلة أساسية ليش مع تابرين حالكم اليوم العماد بيشيل عون وأنتم في طيار الوطن الحر أنه 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 بس بتمصلوا المسيحيين ما قلنا بس ما احتكرنا التمثيل لكن نحن نمثل بلا لما بتقول أنا أو لأحد كرئيس جمهورية بتكون احتكرت التمثيل هيدا مقولة يعني يعني تعرفي أنت بالإعلام صارت سلوغان سلوغان عند الأخصان وما أدراكي يعني ما يدفع وما يشترى من من أقليم ومن أجهزة إعلامية وأنا برأيي على المجهود اللي عم بيعملوه بيستحقوا أكتر من 20 مليون دولار 30 مليون دولار يمكن مش خمسة في في جهات ب وكشفت الويكيليكس كل الأمور يعني كيف كيف تشترى كيف يعني بيسخروا أقليمهم والهوى تبعهم للوصول لضرب صورة معينة والوصول إلى أهداف خارجية وليست لمصلحة الداخل اليوم عم نطلب استفتاء عم نطلب سنداج نحنا نخيل أولتنا استطلع على الرأي تفضلوا اعتمدوا يعني كأخذ بالرأي كتنوير للطبع السياسية أو النواب لكي يعني إذا بحبوا يحترموا رأي الشعب اللبناني مش رأي الأمير الفلاني ولا رأي الدولة الفلانية بروحوا إلى الاتعاز أو إلى إذا بدك الأخذ برأي الشعب اللبناني إنه حلوة دخلة عامل فاكتور الشعب اللبناني بهكذا تسوي موضوع الاستطلاع بدي أحكي بالتفصيل لأنه بحكة عنه كتير وقت لنحنا ستنا منقول فضلوا عملوا استطلاع ما منكون عم ندعي إنه نحنا عم نحتكر الشعب المسيح لكن أنت بتعرفي والمشاهدين بيعرفوا كل العالم طاري تمثيل ما منه قليل بيعمل بيعمل ازدواجية موضوع الاستطلاع في واقع في واقع رغم القانون الانتخابي ورغم ما حصل بانتخابات الأخيرة نحن الكتلة المسيحية النيابية الأولى في المجلس النيابي بدي ما تعرف حالك وعارف حجمك ليش هم تطلب استطلاع أنا عم بطلب استطلاع لعملية لحل عملنا مبادرة كحل بدل أن نذهب إلى عاصمة عربية لنعمل تسوي باستشارة الشعب اللبناني ليش علي ما تستفهم الطريقة اللي بيردوها يعني ما كنت بدي أحكي بموضوع الاستطلاع بس ما نكفتحته لأنه ما عنا هلأ وقت نفصله كتير لأنه عنا صحف هي بكل بساطة هي بكل بساطة احترام لرأي الناس إذا أنتو حبين تروحوا مين قال أنه هيدا الناس رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو رئيس المسيحيين في لبنان أم كل لبنان لاrik نحكي كمان رئيس كل لبنان لما أنا يعني تستطلع رأي على مستوى المسيحيين واتخذ لخمسمائة أو خمستلافة عينية من أسبوع مين قال أنه الخمستلاف عينية اللي أنت بدك تستطلعون أنا بمسلوني ما بمسلوني إنه يكون على مستوى لبنان ككل ما في شي بيمنع بس انتم ما طرحتو على مستوى ردان طرحتو على المستوى المسيحي ردا على مقولة إنه إذا أرروا المسيحية إكس نحن منمشي وهيدي إذا أرروا المسيحية إكس ما رح يمشوا ليش؟ لأنه في ضرب لمسألة التمثيل المسيحي وهيدي مشتركة بكل سياساتهم هيدا العامل المشترك بكل سياساتهم بدي نقشك أكتر بقصة طلع خلقوا مع كلارة على جولة سريعة مقتطفات من مقالات بالصحف اخترتها لأنا ورح نناقش بعض مننا خلال الحديث فضلك لارا شكرا سمار تلت تربع الصحف حيكي بالدرجة الأولى ومعظم أليتها تحديدا عن تحرك التيار الوطني الحر ونبدأ بمشاة السفير حيث كتب المحرر السياسي في مقتطفات مما كتبه إذا كان إشعال فتيل الشارع مجددا في يد العمال عمادة ميشيل عون وأولى تباشيره مسيرات برتقالية سيارة بدءا من اليوم فإن أطفاءه في يد الرئيس سعد الحريري يشعر الجنرال بمرارة كبيرة حيال تجربته مع الحريري تحديدا في مرحلة ما بعد عطافة روما والتي كان يفترض بها أن تقود إلى فتح صفحة جديدة بين الرجلين بل هناك ما يقول إن قلب الزعيم المسيحي الأول يفيد غيظا لإحساسه بأن الحريري تشاطر عليه وأخذ له في محطات عدة منذ اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الإيطالية وصولا إلى آخر اجتماع بينهما في بيت الوسط مرورا بأكثر من محطة واستحقاق ومن يدقق أمس في كلام عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح يلمس نوعا من النقد الذاتي في طيات مواقفه يلامس حد الندم على انفتاحه الزائد على الحريري في مرحلة الأوهام وفي مرحلة بالغة خلالها بعض المقربين في الجلوس في أحضان الحريريين إلى حد أن مشاركتهم في ذكرى 14 شباط الأخيرة كادت تفوق مشاركة كل 14 آذار نهيك عن الهمس السياسي المتبادل وتبين أنه كله أوهام بأوهام تضيف السفير لقد راه نعون كثيرا على علاقة منتظمة ومنتجة مع الحريري وهو ظن لبعض الوقت أنه نجح وإياه في بناء أعمدتها التي سترتفع عليها طوابق الشراكة في السلطة إلى درجة أنه راح يضرب أمام بعض المقربين منه خلال شهور العسل السياسي مع الحريري مواعيد لإنجاز اتفاق رئاسي سيحمله إلى قصر بعبداء قبل أن يتلاشى الموعد تلو الآخر والوعد تلو الآخر تطول اللائحة الاتهامية في الرابي مؤخرا أيقن عون أن الحريري كان يشتري الوقت ويناور عليه عن سابق تصور وتصميم وهو يكاد يندم على اللحظة التي صدق فيها أن سعوديين هم الذين يعرقلون تفاهمه مع الحريري ويقطعون الطريق عليه للوصول إلى بعبداء ما جعل منسوب الغضب في الرابي يبلغ مستويات قياسية وبمفعول في هذا السياق يشعر الحريري أنه ليس على عجلة من أمره وأن عون سيتورط في الشارع وسيحترق فيه سياسيا وشعبيا عندما تمر الأيام من دون أن يصنع أي إنجاز الأمر الذي سيزيد الأعباء عليه لسيما أن المناطق المسيحية ستكون على الأرجح مسرح احتجاجه لأنه لا يكون قادرا على قطع الطرق أو تنظيم الاعتصامات في المناطق الأخرى وعلى قاعدة هذه الحسابات الرهانات لا يجد الحريري أن هناك ما يدفعه إلى القبول بشراكة أكثر توازنا مع عون في هذا الظرف لا بل أن هناك من همس في أذن الجنرال قائلا إن سلوكه يقود البلد تلقائيا إلى ما يريده الحريري وربما حتى بعض حلفائه بوضع البلد على سكة المثالثة بدل المناصفة خصوصا في ظل تمسكه بنظرية الأحجام والأوزان وأرقام استطلاعات الرأي تضيف السفير هنا يقول مقربون من الجنرال إن جوابه كان واضحا إذا كانت المناصفة لم تعطي المسيحيين فتاة حقوقهم نقبل بالمثالثة إذا أعطتنا حقوقنا كاملة لكننا نرفض تكريسة ذمية سياسية وأكل حقوقنا من قبل دواعش السياسة العبارة التي يكرهها الحريريون وهم تمنوا على عون عدم استخدامها أكثر من مرة ولكنه لم يتجاوب مع طلباتهم المتكررة إنه اللعب على حفة الهاوية كما يقول خصوم الحريري الذين يعتبرون أن الأخيرة قرر المجازفة بالطائف بدل أن يكون في طليعة حماته فغلب شهية الاستئثار بالحكم على منطق الحكمة وبعد تفاصيل كثيرة في السفير تختم السفير مجددا إنها آخر معارك الجنرال ننتقل إلى الجمهورية التي كتبت أيضا في الماشات عن الجيش أن ذكرت صحيفة الجمهورية أن الجيش اتخذ قرارا واضحا وحازما فهو سيحمي التظاهرات إذا تمت بطريقة سلمية وحضارية لأن الجيش هو حامي الدستور والشعب الذي يسمح للجميع بالتحرك تحت سقف القانون لكن من جهة ثانية لا يسمح للاعتداء على أملاك المواطنين والمرافق العامة وتعكير صفو الأمن وقطع الطرق على الناس ولا يسمح بالصدام في الشارع بين المواطنين وكذلك لا يسمح بالاقتراب من الخطوط والمناطق الحساسة لكي لا يتطور الموقف ويتجه نحو الصدمات قد تؤدي إلى حرب أهلية أيضا نقلت الجمهورية عن رئيس نبيه بري قوله تعليقا على الأحداث الجارية والتحركات المرتقبة في الشارع إنه لا يريد الدخول في سجال مع أحد وأنه يرى أن من يعتبر نفسه ابن النظام أو ابن الدولة لا يمكن له أن يقوم بأي عمل يخرب أو يسيء إلى الدولة وأكد الزوار بحسب ما ذكرت صحيفة الجمهورية أن بري يتمسك بالكتاب الذي هو الدستور ويرى وجوبة يعود الجميع إليه وينفذ ما ينص عليه في حالة مجلس الوزراء وفي غيره من الحالات لا أكثر ولا أقل رئيس تيار المرد سليمين فرنجي أوضح بعد زيارته البطريار كمار بشارة بطرس الراعي في الديمان ردا على سؤال للجمهورية حول دعوة عون للنزول إلى الشارع بالقول موقفنا واضح وقد أعلن عنه الوزير ريموع ريجي ونحن نعتبر أن التحرك ديمقراطي إنما غير مناسب في الوقت الراهن والخيار يعود للمواطن من الجمهورية إلى اللواء حيث علمت اللواء من مصادر الغسطة أنه ثمت تريثا عونيا في الدعوة إلى الشارع وأن حزب الله يحرص على إقناع عون بالتزام التهدئة على الأقل إلى ما بعد عيد الفطر السعيد لا سيما وأن أمينه العام السيد حسن نصر الله ستكون له إطلالتان الأولى غدا الخميس لمناسبة ليلة القدر القدر الكبرى في 23 رمضان والثانية عند الخامسة والنصف من عصر يوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة في رمضان لمناسبة إحياء يوم القدس وأشارت المصادر إلى أن باب الأخذ والرد فتح وأن هناك إمكانية لولادة هدنة الفطر في ضوء استكمال الاتصالات في غضون الأربع وعشرين الساعة المقبلة قبل الانتقال إلى الجريدة الكويتية ننتقل إلى صحيفة النهار علمت النهار أن اجتماعا لوزراء تكتل تغيير والإصلاح وحزب الله سيعقد اليوم قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا لتوحيد الموقف من الجلسة وجدول أعمالها وألية عمل الحكومة كما عقد مسؤول الطيار الوطني الحر اجتماعا مساء أمس في الرابع لعرض نتائج الاتصالات التي نشطت طوال النهار وتم تقويم التحرك والتجاوب الذي يحصل في كل المناطق والقطاعات ووضع تصور للتحركات التي ستجري والتحضيرات وبكورتها ستكون اليوم بعد الظهر في مواكب سيارة لمناصر الطيار في المناطق ويؤثر مسؤول الطيار إبقاء تحركاتهم طي الكتمان لتكون عنصر مفاجأة للجميع مع التجديد على سلمياتها وانتظار الضوء الأخضر من العماد عون للتحرك وفقا لما تقتضيه الحاجة في الجريدة الكويتية أيضا عن الداخل اللبناني حملت مصادر مقربة من قوة 14 آذار حزب الله مسؤولية تحرك رئيسة كتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وأكدت هذه المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن عون يستخدم كأدات في يد الحزب لإذكاء نار الفتنة بين المسيحيين والسنة في لبنان دون أن يتدخل بشكل مباشر ولفتت هذه المصادر إلى أن الفوضى لا تخدم سوى حزب الله في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة بعيدا عن السياسة وإلى الأخبار التي كتبت فيها إيفا الشوفي في خطوة إيجابية ألغت وزارة العدل التعميم الصادر عنها المبني على كتاب الأمن العام في تشرين الأول 2014 والذي يمنع العمال الأجانب من الفئتين الثالثة والرابعة من الارتباط العاطفي طوال فترة عملهم في لبنان تقول الأخبار انتصر الحب فعليا هنا أمام قرارات الأمن العام المجحفة والظالمة بحق العاملات إذ وصل الأمر بالمديرية لأن تعتبر نفسها مخولة في التحكم بحياة الناس الشخصية كأن تقرر مثلا إذا كان بإمكانهم تأسيس عائلة تفاصيل أكثر في مقال إيفا الشوفي في الأخبار ونختم مع مجلة إنك الأمريكية وخبر عن بيروت بعيدا عن السياسة هذه المجلة الأمريكية التي تعنى بالاقتصاد والسياحة والسفر أوردت على موقعها لائحة من سبع مدن في العالم زيارتها قد تغير لك حياتك دبنان من ضمن هذه الدول حيث كتب محرر قسم السياحة والسفر في تحقيقه إنه في خضم كل الاضطرابات في الشرق الأوسط لا تزال بيروت تقف كملاذ لا يمس من الهدوء لافتا إلى أن بيروت كان يطلق عليها اسم باريس الشرق الأوسط وأنها معقل للنور والثقافة وأكد أنه لدى زيارتها سيكون بإمكانك تتبع آثار خطوات الرومان والعثمانيين الذين سيطروا على هذه الأرض قديما أيضا تقول ذي إنك لقرائها دردشوا مع الباع المتجولين على الواجهة البحرية لكورنيش بيروت الذي يمتد طوله على أربعة كيلومترات كاملة تناولت تناول الطعام بالتأكيد الطعام اللبناني تخلوا عن كل الأفكار المسبقة لديكم عن الشرق الأوسط وستجدون الجمال الذي لم يسبق أي رأيتموه من قبل احتل اسم بيروت الرقم 6 على اللائحة التي ضمت أيضا إسطنبول تركيا هانوي فييتنام كيب تاون جنوب أفريقيا جريندا فيك إسلندا سان فرانسيسكو كاليفورنيا وكيوتو اليابان إذن بهذا نصل إلى ختم جولتنا على الصحف فاصل إعلاني نعود بعده إلى الزميلة سمر أبو خليل وبرنامج الحدث برحب فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع الحوار مع ضيفة سعدتنا بحكمة ديب أهرى وسهلا فيكم من جديد كنا عم نحكي عن الاستطلاع قبل ما نفوت على لا في كتير قصص بالصحف مختطفات الصحف رح نقشان سوف نكمل بارت الاستطلاع بما أنه فتنا في علما أنه أنا قد أتركه لألاخر ولكن كنا عم أقول أنه اليوم العماد الرئيس ميشيل عون لما هو يعني مصنف خلاص يعني الانتخابات اللي صارت وكل الأمور اللي صارت وصنفطوا أنه القائد المسيحي الأقوى على الأرض والأكثر شعبية وكل هذا الأمر ما حاجة له لأستطلاع رأيه منه بحاجة يسبت زعامته منه بحاجة يبرهن أنه هو الأقوى مسيحيا على الأرض منه بحاجة له الكلون لماذا إذن أستطلاع الرأيه وشاله فايدة بحالة مثل هالنوع وأنه يصير على عينة مسيحية فقط بينما وهذا الأستطلاع موضع بخانة رئاسة الجمهورية بينما رئيس الجمهورية هو رئيس لكل لبنان أولا هيدا افتحنا بيب أو ثغرة بجدار الأزمة إذا كان فيه هناك نية صافية لإعتماد معيار معين لكي نحترم التمثيل ونحترم المشاركة عم نقدم حلو ما بتمث بالدستور ولا تمث بأي قانون إذا أنتم حبين على سبيل استمزاج رأي القاعدة المسيحية هني كان يقولوا فليقرر المسيحيون فليقرر المسيحيون هذا جوابا على الفليقرر المسيحيون هناك مبادرة ديمقراطية قانونية ما بتمث أبدا ولكن فضلنا أنه تكون هذه شغل لبنان وليس تشغل أي عاصمة أخرى أو أي مسؤول آخر عربي طيب وقت اللي رحنا نحن على الدوحة وصار فيه أخذه ورد وطفق هناك على ميشيل سليمان طيب هيدا شو؟ ما مست بالدستور وما مست رغم أنه كمان مجيء كان مست بالدستور خنافا للدستور بالاتفاق راحوا مست بالاتفاق وكنتوا جزء من هذا النواب ارتضوا أنه يصوتوا لميشيل سليمان نتيجة التسوية اللي حصلت نحن عم نقول العملية أرقى من ذلك بكثير أنه نحن عم نستمع أداش أرقى لما بتكون لما بتكون أنت من أجل رئاسة جمهورية تستفتي فقط المسيحيين برجع بعيدة بالسؤال بينما الرئيس هو لكله ما في مانع وأدي عيني من المسيحيين راح تستفتي أو تستطلع لأنه خلنا نسميه استطلع هو ليس استفتاء هو استطلع وكتا عم قللك قبل البريك أنه هاو دي المسيحيين يلي راح تستفتيون أنا مين بيقول أنه أنا كمسيحي بمسلونة أده بل أتخذ خمسمية ألف خمس تلاف عشر تلاف أده بل أتخذ هيدا أسلوب علمي أسلوب يعتمد بكثير من الدول وشيها التي ستستفتي شركة الاستطلع التي ستستفتي إلى شروطها العلمية ما بدنا ندخل فيها هذه إلى شروطها من حيث العينة كيف أخذ هذه العينة امتدادها الجغرافي والطائفي والمناطق والعمري كل هالأمور هذه تأخذ معين الاعتبار ما بدنا نفوت فيها لكن هذه الوسيلة تعتمد في أرقى الدول بيعملوا استفتاء تجي قريبا نتيجة للحقيقة مع هامش خطأ معقول جدا نسبة للعينة وحجمة ألا يعرض نفسه العباد مشي العون في هكذا استطلاع إلى نحن منقول انتكاسة ما في مكان ما يعني هلأ اليوم إذا كانت المعايير العلمية تمدت وشركات محترمة أيضا وبدك تشوف التفاصيل كيف تجرى العملية إذا كانت دقيقة أم لا مش أنه على طريقة بعض المؤسسات يعني اللي بيحطوا عجيب غرائب لا ساعتها نكون نحن عم نعتمد معيار علمي واضح واللي بيحصل على الكمية الأصوات الأكثر هذا أهلا وسهلا إذا ما نحطها بالمعيار السياسي وليس بالمعيار العلمي بالمعيار السياسي والمعيار الشعب بعدين هذي مش المبادرة الوحيدة يعني هناك عدة مبادرات قمنا فيها وهناك عدة أفكار للوصول إلى احترام هذه يعني للوصول إلى هذه القاعدة خلينا نقشها خلينا نقشها من معيارها السياسية ومعيارها الشعبية على الأرض اليوم ما علي بدك تسمح لي أحكي بلغة الأصدقاء اللي هنن بالنهاية من الطيار الوطني الحر ومناصرين بالطيار الوطني الحر اليوم مش راضيين يعني مش عجبتهم فكرة الاستطلاع كله على بعضها وعم بيقولوا بنفس عم يحكوا بنفس اللغة أنه منه بحاجة لعماد مشال عون وهذا الاستطلاع لا يخدم سوى سامير جعجع بغض النظر إذا خلينا نقول القيادة قعدت مع بعضها ولكن القاعدة بعدها مش مهيئة لتتقبل كتير أمور من هذا النوع القاعدة أو بعض القاعدة بتعتبر أنه مجرد أنه قعدوا مع بعضهم العماد مشال عون والدكتور سامير جعجع العماد مشال عون عمل تنازل وأعطى الكثير لسامير جعجع وهذا الاستطلاع بيعتبروه هو يصب محض في مصلحة الدكتور سامير جعجع اللي بيخليه كمان خلاص يصير متساوي بتوازن القوى مع العماد مشال عون ويقول الرجل الثاني الأقوى يكرس خليفة العماد مشال عون لما منقول نحن أنه قوي بيقته قوي بشعبه هذا ما بيعني أنه يتناقض والطواقف الأخرى بالعكس يمكن العماد عون بحصل نسبة عالية جداً بين اللبنانيين من مختلف طواقف وهذا أمر أكيد فيه كتير استطلاعات طلعت يعني لأهذاف تانية وبتشير لهالأرقام هذه إذا أنت بديك عم تتنادي بالرئيس القوي بديك تحترمي هذا القوم أنا أكتر من مرة حتى العماد عون مؤخرا إذا وصل دكتور جعجع أول سنهنقوها ننتخب الدكتور جعجع هذا احتراماً للمعيار هيدا اللي نحن عم نعتمده وقت اللي بتقولي بدي أحترمي رأي المسيحيين ومن بعضهم اللبنانيين بصورة عامة بديك تكوني عند هذا القوم هذا الكلام عم بتقوله من باب العارف والمتأكد بأنه الاستطلاع في مصلحات عماد ميشيل عون أم من أي باب يعني اليوم سلامان فرنجي يعني هو معقول يكون اسلامان فرنجي أحرص على ميشيل عون من ميشيل عون داته مين قال لك ما وصل تاني بكتير من الاستطلاعات نائب سلامان فرنجي يعني اليوم لما بيقول نائب سلامان فرنجي هو بيقوله هو ضد الاستطلاع وبيقول أنه في حال طلعت نتيجة الاستطلاع لا سمير جعجع بدنا نخلص من رئيس عنده صفر تمثيل وعنده صفر انضباطية وصفر ضوابط من شعبه من منتخبيه من مؤيدينه فالت عم يعمل مصالح وبنا نخلص مننا هالي رئيس الرولكس بنا نخلص منه بقى رئيس الهدايا والباسبورات المزورة بنا نخلص منه أنا معك بس هيدا شي بيأمنه استطلاع رأيي عم بيقولوا بكل وقاحة عم بيطالبوا بمعايير رئيس من هذا النوع هذا مرفوض لما أنت بتقولي اعتمدوا الطريقة اللي بدكن إياها لكي نحترم هذا المعيار المعيار الوحيد أنه يمثل هذه الفئة إذا أنتوا عم تحترموا هذا المعيار برئاسة مجلس النواب وبرئاسة الحكومة فلنحترموا أيضا بالرئاسة الأولى لأنه هكذا ارتضينا وهكذا يعني بتقول الأمور ومنطق منطق الديمقراطية اليوم ما عادي جوز نكفي بهذا الإطار عم نجي نقول بالرئاسة بقانون الانتخاب أكترية وهمية أكترية مزورة لأنه فيه انتخابات جريت خلافا لكل المعيير بشادة كل العالم ويكيليكس شاهدها كنا نعتقد أنه نظرية المؤامرة نظرية مش موجودة برهنت ويكيليكس أنه لا فيه نظرية المؤامرة وهذا أمر بيحصل هناك مليارات من الدولارات أغضقت لكي تغير الأكسرية من جهها إلى جهها أخرى وكيف إذا عم تحكي بظل قانون انتخابه ما بيسوى عاطل بدنا نبادر إلى إصلاح الوضع هناك عدة مبادرات طرحين العماد عون بير حتكلم عن انتخابات الدول المتحضرة اللي بتمروا بأزمة من هذا النوع تلجأ إلى انتخابات مبكرة نحن مآخرة صارة أربع صلي على أي أنون نحن نقعد شبروا على أنون ويقولوا نحن نقعد على الدرج جمعة زمان تحت نقر القانون ما عدتوا أشهر وما طلعتوا أنون مين اللي عطل ليش هلأ نحن عم نقول تشريع الضرورة يبدأ بإقرار قانون انتقابه هذا اللي له علاقة بإعادة تكوين السلطة وأمور إلى علاقة بمصلحة اللبنانيين ومصلحة الدولة العليا استعادة الجنسية لا يعني مش مقبول يضل 15 سنة بأدراج المجلس هذا الأمر يكفي بقى خلص كأنه واحد عم يضحك عدق نتاني اليوم مشان هيك وصلنا إلى هذا الموقف إلى هذا المنحدر نحن مستعدين لكل أمر تسمح لنا أخلاقياتنا وأدبياتنا والديمقراطية شو هو؟ ديمقراطية يعني يحق لكم ديمقراطيا بالنظام ديمقراطي أنه تنزلوا تتظاهروا تعملوا التجمعات أو التحرك في خطوات سياسية في خطوات بالسياسية لأنه تحدثتم عن مفاجآت في هذا التحرك وأنه لن يكون تحرك مع الوزير جبران بيسير قال بحديث للأخبار مبارح لن يكون تحرك عادي تقليدي كلاسيكي سيكون هناك مفاجآت لن يكون الموضوع بس عددي وإنما سيكون ما حداً باللبنان ما حداً باللبنان عم بعطيك بكل تواضع عنده الخبرة اللي عنده إياها الطيار الوطني بتحريك الشارع في تراكم عمره عشرات سنين وآخر كان بالألفين وخمسة وتحركات أخرى بيعرفوا طيار المستقبل اللي ننزل يعني بعد أسابيع مأخر عند اغتيار رئيس شهر الحريري وعلى مين اعتمد في ذلك الوقت بيعرفوا كمان نعرف كيف الأسلوب اللي بيوجع والأسلوب اللي ما بيمنع المواطن ما بيوجع المواطن لكن بيوجع المسؤول اللي عم يمعون أعطيني مثل على الأسلوب الموجع يلي ما بيوجع المواطن وإنما يوجع المسؤول في خطوات بالسياسة وفي خطوات مدنية بالسياسة بالسياسة قلت لك ما حدا يفكر أنه وضعه ثابت وضعه متين على سوص نقطة كل شيء على سوص نقطة لا يؤسف على هذه الحكومة ولا يؤسف على هذا النظام العاطل واللي ما عم يعطي حقوق للناس لا يؤسف على نظام لا يؤسف على نظام ما بيمشي منه لحاله ينتظر العامل الخارجي اللي كي يتدخل لا يؤسف على على مجلس نيابي أيضا على مجلس نيابي مدد لنفسه ولا ينتج ولا يذهب إلى إقرار قانون انتخابات لا يجدد السلطة لا يجدد حاله شعب اللبناني آخر من يسأل عنه ماذا لو ما حدا بده رأي الشعب اللبناني ماذا لو عملته هالضربتين الموجعتين تنقول بالسياسية اللي هن استقالة من الحكومة اللي هن استقالة من mjoln وكملت الحياة فيكن وبالاكن شو بتكونوا عملتو استقالتكم من الحكومة ما بتصقق حكومة واستقالتكم من مجلس نواب ما بتصقق تصقص نواب إذا كلها ما حركوا ساكنا يعني في مشكلة كتير كبيرة لأن الفريق الآخر عم بيقول أنه لنجال حكومة تصريف عامل في ظل شغور رئاسي الطلاق هو أبغد الحلال الطلاق هو أبغد الحلال يعني في ناس عم بتدير شؤون البلد بلا مخ مانا مسؤولة عن أفعالها إذا كلها ما عملوا شي يعني نحن هاو الجماعة لازم يتغيروا هاو الجماعة مش لازم يبقوا بالسلطة ما هو إذا كان فيه قرار مثل ما أنتو عم بتقولوا فيه قرار بإقصائكم ووضعكم جانبا معناه تهوضي ما رح يغيروا شي لأنه فيه قرار أنه ما يتغير شي عم يوضعوا الناس جانبا نحن عم نقول احترموا كلمة الناس هني عم بقولوا بنا نحطكم جانبا نحن عم نقول الناس الشعب مسلوها الناس مسلوها الشعب فلنشارك سويا بالسلطة وبالحكم هني عم بهمشوا الناس فيه خلل كتير كبير وخطير بالنسبة لحولة فاقون يعني عم نمس لم نمس أحد عم نمس بالميثاقية عم نمس بمبدأ إنشاء الكيان اللي هو يستمر بكل دستير لبنان من العشرين ما بتمسوا بالميثاقية ما بتمسوا بالميثاقية إذا كان فيه مسيحيين آخرين ممثلين شو هالحديث هيدا كيف هيدا هيدا ما بقنون انتخابي بوصل مثل هؤلاء أكيد مجيبين الغطى اللي هو منه غطى هذا لا يمثل هذا لا يمثل ما هي المشكلتنا ما نقول إنه يا هاي المشكلة بس عم قلت كمينة المشكلة إنه طالما فيه مسيحي آخر موجود يعني مغطي الميثاقية هيدا التنصيبية هيدا التنصيبية شبهتني كيها ضمن الدائرة عم نعطي حلول خلينا شيلوا هالحبل عن رأبتنا من هون في حل من هون في حل مرفوض من هون في حل مرفوض بالآخر بالآخر مش حسين بهذا الحبل الحبل بس على رأبتكم مثلا مش على رأبة المرادة المرادة بيقولوا غير معنيين بنزلات الشارع وإن كانوا بيعتبروا مطلب حق ولكن بيعتبروا قلوا هيدا التوقيت غير مناسب التشنك شرحوا نفس الشيء غير معنيين بنزلت الشارع وبيشوفوا التوقيت مش مناسب بكركي بكركي بغض النظر إذا أكدنا أو ما أكدنا الاتصال ولكن مننا مع نزلت الشارع خبر كاذيب كان خبر كاذيب البكركي وغير بكركي بيعرفوا إذا نحنا نزلنا عشارة كيف ننزل ما كسرنا زي السيارة ولا كسرنا أمر ورد بسلمية تامة سلمية تامة لكن فيه موجعة موجعة وفعالة طبعا ونحن محايدين الناس محايدين المواطنين بقلك بكل صراحة محايدين مواطنين يعني ما فيه تسكير طرقاب بمصالحون و إذا عدت العالم بالطرقاب حلّة مثل ما بديك اليوم كعايوة ترجعي بالذكرى لورا شو كان يصير بالوسط التجاري شو كان يصير بمظاهرات كر وفر شو كان يصير بكتير يعني رجعي شوية تذكري شو كنا نعمل وكيف كنا نوصل إلى وصول كلمتنا وإلى إذا بدك صيانة هذا الحق اللي نحن طالبنا فيه لوحدنا كل هؤلاء اللي عم بحاربونا هلأ كانوا بحضن السوري وكانوا بحضن مصالحهم مع السوري وكانوا يستفيدوا مواقع ونفوز وماديات ده كني عم بتقول إنه ما يكون إخدين ما بده رخصة رخصة ولا معهم خبر بالموضوع هايدا هايدا يغلي يغلي بيقولوا يشرب ميتة شو بيقولوا هاي الورقة ما هايدا أنو هايدا نحن مش كل واحد بده ينزل على الشارع بده يترم الأمان وياخد رخصة نحن بنعرف حقوقنا تروح تطلب رخصة أعوذ بالله هايدا حق مقدس حق التعبير حق التظاهر ما حدا بينتزعه منك هايدا مثل كأنه حق بالحياة أنت تعبري وتطلعي بسلمية مطلقة تعبري خطورة الشارع اليوم الشارع يقابل هايدا قصة الرخصة هايدا مش لقلنا نحن نعم ليش فوق القانون ضرب للمبدأ لا القانون في شرعة حقوق الإنسان فوق الدستور وفوق القانون دستور محترم كيف ينزلوا بتظاهرة بياخدوا رخصة وبيعملوا علموا خبر لوزاة الداخلية فيها مش لقلنا نحن هي الشغلة ما بيعرف حقوق أنا عم بعلمنيها عم بقلنيها ما حدا يطلب رخصة لما أنت عندي كذا حق مقدس لغاية لا أحد ينزعك عليه الخوف من الشارع اليوم في خوف أنه هذا الشارع يقابله شارع مقابل في خوف آخر وهذا خوف قيل أنه اليوم يعني مثل ما قدعنا بالصحف هذا الخوف موجود عند حزب الله يعني المفروض أنه اليوم يكون فيه أنا إلى شريكي في المواطنية المسلم وتحديدا السني ما نطالب به هو تأمينا لاستقرار البلد واستقرار الكيين أنا بدي إياك شريك و بدي أكون أنا شريك و لاعب مثلي مثلك بالسلطة و باللعبة الديمقراطية في البلد هذه رسالة إلى شريكي في الوطن نحن نصر نصر مثل موقفنا و لما اغتيل الرئيس الحريري أنت مطلوب منك أنه تقاف لتأمين حقوقنا هذا لم يعد من الجائز هو الرسالة والتحرك و إذا حصل تحرك مش موجه ضدك موجه من إلى من يمعن بحرماني من هذا حالي تقول أساسي اليوم حزب الله يلي داعم داعم العماد مشلعون وتكتل طغير والإصلاح بكل الخطوات يلي عم يعملها ولكن كمان عنده علامات استفهيم تطرح حول نزلة الشارع و اليوم بفتكر رح يكون فيه لقاء أو بكرة اليوم أبكرة اليوم اليوم طيب اليوم الكلام أنه معلومات للوزراء يعني معلومات المعلومات أن حزب الله لا يحبز الذهاب إلى الشارع هي جريدة أن تقري لأسباب تتعلق بتقويمه للوضعين السياسي والأمني فالشارع يحمل في طياطه بذور الفتنة والتصادم وهو أمر غير مرغوب به لدى حزب الله اليوم و ثانيا أن المعلومات التي في حوزة الأجهزة الأمنية لا تستبعد عمليات اندساس عناصر إرهابية والتجمعات و إحداث تفجيرات في صفوف وجهة نظر باحترمة و لما بيقلك أنه الشارع فيه بذور فتنة و كذا و ما نشوف من يوم للتاني أنه فيه أحداث يعني عم تحصل و حرص الحزب كمان يقابله حرص من قبلنا أيضا أنه ما يكون فيه أي يعني تحرك يسبب شرارة فتنوية في البلد هذا مصرين عليه قبل كل شيء آخر و العماد عون لما بتخيري بين وقاله عدة مرات بين التفاهم وبين الوحدة الداخلية و أي شيء آخر يختار الوحدة الداخلية الوحدة الداخلية مطلوبة و مطلوب أيضا تفاهم ما نطالب به هذا الأمر يعود إلى أنه هناك كتير جحاف مستمر أنه 25 سنة نحن نطلق الصرخة طلب الصرخة لكن ليس من ليس هناك من يجيب المطلوب من المسؤول مش من المواطن من المسؤول أن يبادر إلى فك هذا الطوق عن رأبتنا كمسيحيين وبالتالي كلبنانيين ته خليني قبل أن نتخصونكم أبقى بموضوع حلفائكم لأنك ما جوابتني على موضوع الحلفاء لتلك وجهة نظر بيحترمها قلقوا بيحترموا في يعني في أحداث أجيت بيرحم بيرحم بالسعديات أنا أحكي أنا أعبت عن ثلاث حلفاء عن سلامين باك فرنجية وعن التشناق وعن حزب طيب وجهة نظر وجهة نظر أحزاب حليفة أنه نحن سيكون ناجح وسيكون فعال وسيلا يمسئلتلك بأي معيار ديمقراطي أو أي شيء قانون بالعكس وهذا حقنا نحن بنعرف حقوقنا تماما تماما وما بننغش بمتل ما حكيتين من شوية برخصة وبإذن وكذا هيدا الأمر سيكون التحرك مفتوح لا يناقش سيكون التحرك مفتوح بتشوفي بتشوفي قريبا لا أنه في اليوم في كتير يعني خطوات قلتلك بالسياسة بالحكومة بالمجلس النيابي بالمناطق في كتير من الأمور يعني فينا نعبر عن سختنا بهذا على أمل أن يستجيب المعليون الكلام الكلام يمكن صدمتم الكثيرين بيبع صدر عن كلام عن الفيدرالية وعن موضوع الإطاحة بالنظام بس كلام الفيدرالية صدم أكتر من موضوع الإطاحة بالنظام دي شو مسبي يعني الفيدرالية بدقي صد بك أكتر تحكي عن الفيدرالية يعني وخاصة أنا كمان بلشت كلامك عم تحكي عن لبنان ياللي كان السويسرا الشرف اتعuated إليك نويين تعملوا السويسرا عن جد بالكلام عن الفيدرالية أولا خلينا نبلش أنه ليس هناك من عقدي إطلاقا على أي نظام يعتمد هذه وسيلة تعتمد لرفاهية الشعب وإيجاد حلول لكي يحكم هذا الشعب بصورة جيدة ويأمن راحته ومعتمد بكتير من الدول الراقية والغنية حتى وعطي أمسل الوزير بسيلة بس خلينا نقلك أنه حرب طويلة عريضا عملت بلبنان لتفادي هذا الموضوع وليح تلي ما نحكي كانت لأيام يقوم من بشير جميل إلى حزب الكتائي بالقوة اللبنانية كل ما نتحدث عن الموضوع الفيدرالي والقوم الفيدرالي مقامة الدنيا وما عادت يعني يا جماعة هايدي أول شي خلينا تجول بكل بساطة وسليس بتحكو بفيدرالي وكأنه الموضوع بدنا نشيل هذه العقدة من رغاص الناس يعني تقصيم الفيدرالي يعني تقصيم البلد لا مش تقصيم فيدرالي شوف اتحاد كلمة فيدرالي ترجميها بالعربية اتحاد فيدرالي الفوتبول يعتبروها عملية تجميل لا 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 فيدرالي الفوتبول شوف اتحاد الفوتبول يعني اتحاد عم نجي نحنا ننظم شؤولنا بين بعضنا باتحاد سياسي دستوري يمكن يريح الجميع ما بتعرفه وما يكون عنا عقدة يعني هادي منا منا كفر بالله يعني انه والله الفزنا كلمة فدرالية لا بعدين مين قال انه رايحين لا في كتير يعني من السبل ومن النظم انه نقدر يعني نرسيها بين بعضنا بيقول مع الوزير جبران بسيل على اي حال اذا ارادوا حشرنا للاختيار بين دورنا ووجودنا وكرمتنا وبين الفدرالية فسنكون معها بالطبع اذا طالت الوجود ما في تطخيم شوي للوضع وتطخيم لتوصيف الحالة عمليا في ناس وصفوا اكتر في ناس وصفوا قطع رؤوس المسيحيين دواعش لبنان يقطعون رؤوس المسيحيين بالسياسة وبالتمثيل وبالمشاركة بالسلطة انا عمل لك شي اخطر من هك لا يستدعي ذلك انه نحن نقاف هكي فحص ضمير بيننا وبين شركائنا في الوطن انه يا جماعة هيدا الاسلوب كفوا عنه ونروحوا نكون سلطة سوا ونعمل انتخابات وكل واحد انا بحترم حجمك وانت بتحترم حجمي ويعني شو بعد بدك ارقى من هذا الطرح ان نلجأ الى الديمقراطية الديمقراطية الصحيحة مش انه ولا نركب دوائر يصال لهون ناس بير حسمعنا احد النواب ناطق باسم طيار المستقبل انه طيب معلى شي يعني انه في مشكلة في مشكلة انه شعبك منه موصلك ما في نواب بألف صوت من الطائف المارونية ألف صوت ماروني وألف خمسمائة صوت ماروني عايب خلينا نحكي الامور هيك مثل ما هي حقيقة هيدا هيا حقيقة في مناطق اوصلت نواب ومورنة هقول بينحسبوا بخانة المورنة وعلى الشعب الماروني وعلى الشعب المسيحي وعلى الشعب اللبناني بالاخر وهن يمثلون 1500 و2000 صوت مش نظامنا طائفة لازم يمثل طائفته بمثل طواقف على خير ما يرام وطواقف تاني على خير على خير تمثيل وطواقف تاني مادة ايدا على طواقف تاني اخرى يعني هلعوني بيجوا بيردوا عليك بكلام اخرى يقولولك من ميلتكن كمان في نواب وصلوا بأصوات الشيعة وين وصلوا بأصوات الشيعة كله يعني في حلو اكيد في نواب شيعة نحن بتكتلنا واصلين بأصوات مسيحيين وفي نواب كمان عندهم أصوات مسيحيين أصوات شيعة بدرجة يعني يمكن فيه اربع مقبيل اربع تاني ما نكون عم نحكي عن مناطق يعني ذات اكسرية شيعية بس ما يحكوا سمعت اليوم أنا أحدهم عم بقول نصي ثلاث تربيع نواب وكيف وصلوا ولو ببعبده بالمتن وبكسروان وبجبال إنه معلاش في منطق وزغرته معلاشي هناك تبادل وتبادل معقول ولازم نكون حارسين على هذا الموضوع أربع من هون خمسة من هون لكن اليوم حتى بالشيء المتعلق فيكم ببعبده حتى هذا الكلام يا تصليل الأكترية المسيحية يعني قالوا لو ما التكليف الشرعي ما تنتجه تنواب ولو نجعل الأرقام شو تكليف شرعي أنا بفتخر بكل صوت يعني من الطائف الشيعة أخويننا وقدموا دموا شو ما بديك وتضحيات وتفجيرات ولبديك ايه لكن نحن أخذنا 52% من المسيحيين والتاني من بعدنا أخذ 25% و23% يعني البياء 49% أو 48% وزعيهم على مختلف القوى ما بجوز يعني هاكي التفنيس بهالأرقام هذه أكيد صوتوا الشيء على قلنا بمعظمهم بأكتريتهم نظرا للتحالف القائم لكن في أكترية مسيحية بظهرنا نحن خطورة الكلام اليوم عن قبول الفيدرالية يوم من طرح كتير على ما تأستفهام يعني هل هي كلام لرحمة السأخ؟ بدي أتفك أنا وياك عفوا أنه هيدا نظام سياسي لحكم البلدان نظام راقي ومنه ما عم بيسب بالدين ولا عم بيكفر بأولا هذا تقصيم مقنع لا أبدا منه تقصيم هذا اتحاد فيه نقاط مشتركة وفيه نقاط مش مشتركة يعني يوم مستغرب كتير عن يصدر هذا الكلام ما فيه فيدرالية بالأحوال الشخصية باللبنان كيف ارتضي تيها؟ أنت بتتجوز على الأحوال الشخصية للمورنة غيريك بتجوز على قانون الأحوال الشخصية عند الشيعة وعند السنة وإلى آخرية فيه فيدرالية بالطوأب هل هذا يعني أنه لازم نكرسها على أرض الوقت؟ أنا وإياك مختلفين على هالكباية كل واحد بجيب كبايته أنا وإياك متفقين على الكباية من اعتمد الكباية كشي مشترك أنا وإياك بكل بساطة اليوم 25 سنة فشل بالنظام السياسي ما بيصير انتباهك أنه كل العالم تطلع بتقول أنه مسألة أزمة نظام أزمة نظام عم حطتكن أنا بسمعون من اليسار واليمين والبديكي أزمة نظام هي مش بتسميها أزمة نظام ولكن ما فيه إمكانية للاتفاق على النظام اليوم كل واحد بده نظامه وكل جهة سياسية وكل حزب بده نظام بس أنا عم بيحكي عنه بموضوع الفيدرالي بالتحديد موضوع الفيدرالية وطرح الفيدرالية وقبول الفيدرالية قبل ما نوصل لهم بقية الطواقف شو هيدا شو؟ شو بتحكي يعني بدك تجيب نموذج العرقني مش العرقني هذا حل ممكن يكون حل مش مصيبة هيدا حل إذا كان مت وفقنا بعده التوافق والتفاهم والتفاهم هيدا شعار لصائب بيك مهلا على ما يبدو المحكدة عم يحفظ خط الراجعة أبو تمام أبو تمام كان حريص على هذا التفاهم والتفاهم وبذكر أنا صديقه لتمام بيك من وقت اللي كاننا مقاطعين الانتخابات انزل شوفوا بتكليف من العماد عون وكان هو من المقاطعين لسبب واضح قالوا وأعلنوا أنه بسبب مقاطعة إخواننا المسيحيين هذا تمام إسلام ابن هذا البيت يجب أن يعود إلى هذه الثقافة عم يقطع الوقت بالسرعة النقطة الجدلية الثانية اللي هي الإطاحة بالنظام عم نقول غير له النظام كله بدو يغير النظام شفت أدما هي صارت متداولة صار فيه غنية لأغير له النظام زياد الرحباني من زمان قبل ما صير متداولة دايما بيسمع عصره زياد الرحباني على أي حال الإطاحة بالنظام أنه النظام اللي ما بيقبل فينا نحن كمان ما بدنا منطيح فيه طيب منطيح بالنظام هل والنظام مش وسيلة بس شو البديل مش وسيلة خلينا تفهم أنويك النظام وسيلة مش شيء مقدس طيب نحن بخدمته النظام لخدمة الناس وسيلة لتأمين رحته طيب بس لما بدك تحكي بموضوع إطاحة بالنظام بدك تكون لو إذا فاسي بدك نظام بديل إذا هذا النظام لا يصلح هلأ تعمل نظام بديل؟ شو اللي بيمنع اللي بيمنع أنه ما في حدا ما في حدا متفق مع حدا على شكل النظام كل واحد بده يفصله عائل بعدنا عم بدعي للتفهم والتفاهم وهو بيعرف هالكلمتين شو معناته تمام بك هذه الثقافة اللي نشأ عليها بحاجة لأقلنا نحن اليوم في شعب لا يمثل في شعب محطوط الطوق على رأبته اللي كي يخنقه وناس أطعوا الراس كمان في شبهوا الموضوع بأطع الراس اللي وقم يلسك يتحكي عنه دعوة نعم دعوة إلى يعني من تبقى بهذا الوسط السياسي للإطعاز من هالمشكلة هذه وتأمين تأمين المشاركة وتأمين حلول لتأمين هذه المشاركة هو مش حلول مزيفة بدنا وقاء على الأرض مش وعود خاصة لكم السياسي يرى فيما تقومون به واجهة بارفان قناع سمه مشاءة لما يريده حليفكم الأساسي الذي يسيركم ولا يخيركم مثل ما هنع بقوله حزب الله اليوم اللي عم يعملوا العماد مش العون وخصوصاً الكلام على الإطاحة بالنظام هو تمهيد لبداية إرساء قواعد المؤتمر التأسيسي اللي حكي عنه سمح السيد حسن مصر الله فيه دايماً الفزاعة اللي بيستعملوها واللي من ولية الفقه إلى الأجندة الفرسية إلى كتير من الأمور كتر خيرهم عم بقوموا بعمل جبار لحماية لبنان وعم بقدموا أغلى ما عندهم مننحنيلهم بهذه التطعيات من شوي قريتي أنه يخشون يعني اندساس ناس هذه تناقض ما يقولون أنه جاريننا على مطرح معين وكذا لا هن وعيين لهالمسائل هاي بالمقابل كمان متفهمين إلى أقصى الحدود هواجسنا ومعقوفنا ومطالباتنا كل فريق عنده برنامجه السياسي نحن شايفين أنه آن الأوان ليه تحرك ولي ضرب هذه العملية عملية الفساد وعملية المديونية العامة نحن مش كتير بعيد عن اليونان على كل حال أنه هذا التاقم لا نحن عايشينه هذا التاقم اللي قام بهذا الموضوع وعم بفاخر وبيطلع لنا بهيئات اقتصادية بتخوف الناس وبتعمله وكله اللي تحميل مكاسبهم نحن حالة يونان عايشينا من 30 سنة تحميل مكاسبه في وضع اللي هن هالفئات هايدي هالطبقة هايدي اللي ماسك البلد بالسياسة وبالاقتصاد وشفنا كيف طلوا راسهم ما بدهم يعطوا للمواطنين وللأستاذ وللعسكري قرش واحد بدهم يخلوا مكتسباتهم غير خلوا سوقتنا بعد عنده سؤاليات ما حدا نمس فيها هايدي طبقة سياسية زاتها ما بده تعطي اي زرة من هذه المكاسب بالسياسة وبالاقتصاد لا اي فئة اخرى سدي دال ذكرك انكم جزء من هذه الطبقة السياسية سدي دال ذكرك فيها لا دايما دايما لكن بحديثة دايما في خط مبدود في ايادة مبدودة وفي العماد عون هو اللي قاله في الحكومة وهو اللي شاف الرئيس الحريري ورئيس الحريري طلع بخطابه هل هتلتم ضربة موجعة من الرئيس الحريري ومن طيار المستقبل وحلفائه هل هتلتم ضربة موجعة انتم بتتهمون بأنهم لم يفوا بوعودهم وأنه كان صار تقدم كتير بالكلام مع الرئيس الحريري من اللقاء الشهير لرومة لقاء بيت الوسط والاحتفال بعيد ميلاد الجنرال لا ذهاب معاني الوزير جمبران باسيل إلى الآخر بالعلاقة وبالتقرب من رئيس سعد الحريري هلأ عم توجد تقوله أنه ما نفذ شيء من الرئيس الحريري بشوب توضعي بأي خانة خانة أنه من يحاول دائما مد الجسور ومد اليدين لنسعى إلى إنقاذ الوضع هيدا هيدا لا هيدا نقطة بايدة حالة خاصة مش حالة خاصة أبدا يعني هي رئاسة الجمهورية مش حالة خاصة لما بتروح من التفق بدنا نحن كمان زرنا أنا والنائب أليعون على تيار المستقبل بإطار المبادرة عم ناشد الرئيس السنيورة أنه يكون فيه نوع من قبول أي صيغة يعني إن كانت بالنسبية أم غير النسبية لتمثيل صحيح ما لقينا الجواب الشافي فيه محاولات وستستمر المحاولات اليوم نحن معا من نلقط السيف ونضرب عم نعبر عم نصرخ عم نناشد وهذه المحاولة ستستمر وبالك إنه كلها المحاولات بيجوا بخانة من يحاول إنقاذ الوضع وهي نقطة بيضة بسجلاتنا بسجل عمادة صحيح سؤال أخير الفريق الآخر بدي يتنصل شو بعمل؟ هذي حقاق أمام الرأي العام طيح حاسب ويشوف مين عم يتنصل ومين لا ومين عم بحاول نحن مقبلين على أيام المفروض أنه تكون ميزان وتبرهن كتير أمور بالمرحلة الجاية سؤال أخير اللي أخطأ فيه هذي الحلقة مش معقول تكون موجود وما نمرق عليه يلي هو انتخابات الطيار الوطني الحر بأيلول ويلي بلشت من هلأ يبدو الأوضاع هيك مش كتير مرتاحة يعني في ديمقراطية في مع الوزير جبران بسيل والفريق يعني الذي يؤيده بالترشح لرئاسة الطيار وفي سعدة نائب ألعون والفريق الذي يقيده وبدأك تسمح لي يسميهم الحرس القديم أو بدأ إذا خلينا أقول أنا وين حطيتين ما بعفل أنت بتقلي أنت وين يعني بيعتبروا حالهم أنه هن المؤسسين وهن العصب وهن اللي كانوا عم يكلوا قتل بالشوارع وينحطوا بالسجون بينما غيرهم كان قاعد بباريز وقاعد بغير محلات يعني في هيد المشاحة لا هي مخلوطة ما تجرب ما تجرب بتقلي بعد حبية الأصل لا يخل الطيار في هذا الامتعاض بس مناضلة بس الصورة اللي عطيتها وكأنه لا طبعا ناضر في ناس بباريز وناس بلبنان عم تاكل خبير هلأ أنا ما كنت عم بقصد بس فيه عملك الشارع مخلوطة يعني الشارع شو بيقول شارعكم شو بيقول فيه من اتنان طبعا طبعا عندهم نضالاتهم وأكيد تضحياتهم يعني قاربت أنه يكونوا يخربوا بيوتهم يعني بما صلحهم سمع اليوم هذا بالعكس تجربة رائدة تجربة ديمقراطية بالأحزين وعم نعملها عن حق وحقين مش عم نعملها أنه والله بيترشح فلين هيك على سبيل أو تؤدي كما يراهن البعض إلى قسم التيار لا 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 أعوذ بالله كلهم على فرد قلب وما يجمعهم نرجعك بالذكرى الشي اللي جمعوا القهر والأمع ما بيفرقوا انتخابات حزبية نحن كنا مجموعين كان العماد عون مش هون وكنا على فرد قلب والناضل سوا ونجحنا نجحنا باستمرار هذه الشعلة إلى أن خرج استعبنا السيادة وأخذنا بعض المطاليب خلافاً لما بيعتقدوا وكان العماد عون عم بي ناضل الخير بس هلأ تغير الوضع لأنه مرأته بمراحل أنا عم بقلي غزيته يعني تغزيت روح خلينا نقول الشعور بالغب من داخل الطيار اللي جمعهم القمع والاضطهاد والسجون ما بيفرقوا اللكس تبع الانتخابات الداخلية خلاص هي النقطة على السطر عليك الحال ولازم نحط نقطة على السطر من هلأ لأيلول في مرحلة أهم هلأ عم تمرؤ يلي هي متابعة شو رح يصير وانطلاء الخطوات انطلاقاً من الليلة يعني في بروفا الليلة وبكرة أنت بكرة رح تبلش الخطوات على الأرض مستكول لا برحب عدتوا مساجات اليوم اليوم مستكول وبكرة بتنزله تنشوف بكرة انطلاء بكرة بنشوف حركات الاعتراضية تزامناً مع مجلس وزراء لا في كتير اشياء عم بسأل سلي سلي متكاملة فاكيها محرم على كل حال كان في كتير كلمة نحكيه بعد ولكن انشاء الله بلقاءات أخرى أنا بدأشكر كتير تلبيتك الدعوة وحضورك معنا استسحك مديب وعضو تكتل التغيير والإصلاح تمقلك سعادة نائب الممدد لنفسه لا ممدد لهم لا اه انت ممدد لهم شو عجبتك التسمية يعني منيح أهلا وسهلا فيك مشاهدينا الشكل الكبير لقلكم ولا متابعتكم معقول ما انت جاء استقبلك نائب سابق هتستقيله ما هي كله بوقته كله وقت مش هحيحكي لك أنا أنا مناضل أنا شايفتيني بكرافات وكذا ومقابلة وساعات النائب بس بقلب تغلب شرير لا لا مناضل تقلب مناضل مناضل أكيد لعنو هاي الكرافات يمكن فقدتكن شوي لا مشينا بلحظة هاي دي ضرورات الكاميرا بس مش اهلا وسهلا فيك احتراما للمشاهدين وللكم اهلا وسهلا فيك شكرا كتير على تلبيتك الدعوة مشاهدينا شكرا كبير للكم واتبعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة